كأن مأساة النزوح ليست بكافية على الأسر العراقية ليجدوا أنفسهم خسرين منازلهم ومضطرين للتعامل مع باعة يتربحون من معاناتهم كما نقلت شهادات النازحين شهادات تحدثت أن النازح إلى مخيمات اللجوء قرب الموصل كي يحصل على حاجته من اللوازم الأساسية والكمالية يجب عليه أولاً أن يتفاوض لفترة وجيزة على السعر مع تاجر يقف بالجهة المقابلة من سياج المخيم الشائك النازحة ندى البالغة من العمر 48 عاماً من مخيم حسن شام تقول إن المساعدات موجودة لكن بعض الأشياء لا تكفي ولذلك نضطر لشراء الباقي أما أحد الباعة المترددين على المخيم ويدعى عمران البالغ من العمر 30 عاماً فيقول إنه عندما سيطر داعش على القرى المحيطة لم يستطع الناس الخروج والآن دمرت القرى وأصبحت خاوية وفي مؤشر على تدهور وضع النازحين اضطر بعضهم لمقايضة المساعدات الغذائية المقدمة لهم مع التجار للحصول على ما يحتاجونه تاجر يدعى جاسم قال إن الناس الذين تسلموا حليب أطفال ليس عندهم أطفال رضع يبيعونه لنا ونعيد نحن بيعه لأسر مقابل سعر أعلى ومع صعوبة وصول المساعدات إلى جميع النازحين والتي تستغرق أحياناً بضعة أيام للوصول يقبع النازح العراقي تحت رحمة وجشع التجار للحصول على غذائه روان حمزة الحدث